السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي كناة معلومة فيدك اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أهلا بكم في كناة معلومة فيدك هل من الممكن لاستخدام التين أن يلحق أي أضرار؟ هل تعلم ما هي الفواضي الصحية إذا أكسرت في تناول التين؟ أضرار التين حقيقة موجودة فلنتعرف عليها في هذا الفيديو إن شيء إن زاد على الحد ينقلب إلى الضد وهذا ما يحدث في أي شيء آخر خلافة التين ما هي أضرار التين؟ قد يكون التين بعض الأضرار المحتملة إليكم قائمة تحتوي على أبردها أولا الحسسية إحدى أضرار التين المحتملة أن تناوله أو استخدامه عموما قد يحفز نشأة رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص ورد الفعل التحسسي هذا قد يكون طفيفا وغير خطيرا أو قد يكون حادا في بعض الحالات وقد يشمل أعراض مثل التهاب الملتحمة والتهاب الأنف وهذه بعض الفئات التي قد تكون عرضة للتحسس من التين الأشخاص المصابون بحسسية مباشرة تجاه التين التالي عائلة التوت وشجرة التين الناحبة ومادة اللاتيكس الطبيعية وحبوب اللقاح النساء الحوامل إذ قد تنشئ لديهم نوعا من الحسسية تجاه التين بسبب التغيرات الهرمونية التي قد يمر بها الجسم خلال الحمل ثانيا هبوط سكر الدم من أضرار التين المحتملة أنه قد يكون لها تأثير طبيعي منخفض لمستوات سكر الدم لذا يوصل أطباء هذه الفئة تحديدا بتوخي الحذر عند استخدام التين الأشخاص المقبلون على الخضوع لجراحة ما ولا يكتصر التأثير الخافض لسكر الدم على ثمرة التين فحسب بل نخص بالذكر أن هناك أوراق التين فمن الممكن لتناول وركة التين أو مكملات وركة التين أن يؤدي الحصول هبوط مفرد في سكر الدم لدى مرض السكري الذين يستخدمون الأنسولين وبعض الأدوية المخصصة لهم قوامة مرض السكري ثالثا مشكلات متنوعة في الجهاز الهضمي وذي يتسبب تناول التين بكميات مفرطة في إحداث مشكلات في الجهاز الهضمي مثل إصابة ببعض الإضرابات الهضمية مثل النفخة وألام المعدة والإسهال وليونة البراز وذلك بسبب غنى التين بالألياف لسيما عند تناول التين المجفف تحديدا بإفراط نشأة نزيف في القناة الهضمية لدى بعض الأشخاص وذلك بسبب مادة اللاتيكس الموجودة في التين وهي المادة البيضاء التي قد تتواجد على ثمرة التين الطازية حصول إنسلاذات في ألمعاء وذلك بسبب غنى ثمرة التين بالبذور الصغيرة وهذه البذور قد يكون من الصعب على الجهاز الهضمي التعامل معها وهضمها رابعا مشكلات في الجلد قد يتسبب التين في بعض الحالات في فرطة حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس أو ما يسمى طبيا بإلتهاب الجلد ضوئية المنشأ وهذا النوع من أضرار التين قد ينشأ تحديدا عن تطبيق ورقة تين على بشرة أو عند الإفراط في تناول التين وفرطة الحساسية تجاه أشعة الشمس قد يرفع من فرص الإصابة بهذه المشكلات سرطان الجلد الشيخوخة المبكرة كما قد يتسبب التين كذلك في طفحة جلدي لدى البعض لدى البعض عند ملامسة سمار أوراك التين لو أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في الكنيات وتفعيل رمز الجرس شكرا للمشاهدة لا تنسى ذكر الله